اشتركوا في القناة لإلقاء الدرس الحادي عشر بإنوان أهمية الشمع النحل في تنمية طوائف نحل العسل فليتفضل أستاذنا مشكورا وجزاه الله عنا كل خير ونتمنى له التوفيق سلفا ولنا جميعا الفائدة العلمية تفضل أستاذنا مشكورا وابدأ ببسم الله وعلى بركة الله ونحن كلنا أذان صاغية كي نستفيد من بحر علمكم وفقك الله وسدد الله خطاك لما فيه الخير تفضل أستاذنا نحن جاهزون لاستماعكم حياكم الله وبرك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إذا سمحتم وقبل كل شيء أشكر وأشد على يد كل مشارك في هذه المبادرة الطيبة المدرسة التي كان لي شرف حمل اسمها بتوجيه سليم من رائد المنتدايات العربية فضيلة المهندس والأستاذ المحنك أبو أنس حفظه الله ونحن في الدرس الحادي عشر أرطأيت أن أساهم بعرض المتوادع هذا كتذكير لأهمية شمع النحل في تنمية الخلايا أو طوائف النحل بعيدا عن المؤثرات السلبية وأن أنبه الإخوة أثناء فترة بناء شمع الأساس والتي لها أهمية بالغة في تطوير الخلايا وتحفيزها على بناء أكبر عدد من البراويز وهو مكسب هام وتهيئها لإنتاج وافر وهو أمل كل حال وبالتالي تنمية عدد الخلايا ما يطلق عليه الاستقتار بالطرق الصحيحة التي تعتمد بشكل كبير على أسس وضوابط تقنية وعلمية تخدم مصالح النحال وفق منهجية سليمة ذات أهداف محددة قد نعود للتطرق إليها لاحقا بعون الله بالنسبة للشمع وهو مادة دهنية تفريزها الغوداد الشمعية لغلانسيريار التنائية لشغالات الفتية من عمر تقريبا بين 12 إلى 18 يوم من أسفل الفقارات الأربع الأخيرة من البطن على شكل أقراص شمعية بلون أبيض في البداية المأخوذة والمسحوقة بفكين أشغالة تزيد عن ذلك بعض الأنزيمات ريق حبيبات لقاح صنف هانيموفيل خفيفة وزنا هذه الأقراص الشمعية عند بنائها تصير أعجوبة في الانتظام البراويز الممطوطة في الحقيقة يتغير لونها بالتدريج إلى الأصفر ثم إلى البني وشيئا فشيئا يميل إلى السواد في أواخر السنة الثانية يستحسن إبعادها عن النحل للاعتبارات التي نعرفها جميعا وقد أشرنا إليها في درس سابق هذا الأمر قد يعود بنا إلى طبيعة صناعة الأساسات الشمعية التي تم الفصل في اعتقادي في أمرها انطلاقا من قاعدتين تم العمل عليهما وربما قد تغيب عن مرب النحل أو قد لا ينتبه إليها هناك الوضع المعتاد المتداول للعيون السداسية على اليسار في الرسم التقريبي بضلعين عموديين سواء عند الطباعة والتي تتماشى مع المطلوب فعله وما يقوم به النحل عند بناء لأقراص حرة طبيعية كما في الصورة وهناك وضعية تانية بضلعين متوازيين بالعرض كما على اليمين في الرسم التقريبي وهي وضعية قليل ما تستعمل وليست وليدة اليوم وهي الوضعية التي قد يشير إليها البعض اعتقادا منه هي الأصح أو أنه اكتشف شيء جديد جدير باتباعه وتبقى هذه الأساسات الشمعية بشكل عام عند البناء مائلة إلى الأعلى بزاوية محددة تضمن عدم تدفق العسل إلى الأسفل وعليه لا يختلف اثنان في أن الأساسات الشمعية يجب أن تكون ما أمكن من شمع خالص من إنتاج المنحل كوقت استخراج العسل وهو ما دأب عليه الكثير من الإخوة بتقليل شيئا فشيئا أعطار البرافين في الشمع وهو الشمع الصناعي قد لا يقبل عليه النحل ثم الإشارة باستعمال سلك رقيق لتتبيت شمع الأساس بالإطار وهو ما نوصي به دوما أكس ذلك قد تبقى خطوط بالحضنة بها عيون سداسية فارغة وهذه من الأخطاء الفادحة التي تم الإشارة إليها أكثر من مرة قد يقول قائل لا ننحم الأسلاك بالأساسات الشمعية هذا الأمر قد يوقع النحال فيما سبق حيث بطيار كهرباء خفيف من بطاريا يمكن إدخال السلك داخل الورقة وليس إبقائه خارجها كما قد يقال إذا عدنا إلى الخلايا البلدية أو التقليدية كما يسميها البعض نجد إنتاج الشمع كان يعتبر مدخول هام من المنحل لكن يتم هضره في أغلب الأحوال حيث وكما عيشنا ذلك من قبل كان المغرب كمثال للعديد من الأمثلة يصدر الشمع بما يقرب من سدس إلى أو عشر ثمانيه الحقيقي إلى بداية سبعينات وقتها أوقفنا تصدير عند بداية حركية تطوير قطع تربية النحل وتواجد متخصصين في القطع وقد عملنا على هذا بتحسين وسائل إنتاج أوراق شمع الأساس بالطرق الصحيحة اعتمادا على كل مصادر الشمع من الخلايا التقليدية وإدابة الأقراص الشمعية القديمة ومن مخلفات الشمع من عملية فرز العسل كل هذا مكن من خلق توازن بين حاجيات المنحل أو المناحل من شمع الأساس والاستفادة من منتوج لم نكن نحسن التعامل معه من قبل إن إنتاجية الشمع من طرف النحل ترتبط بعوامل أساسية أهمها أولا تواجد نحل فتي حدد عمره روش بين 12 إلى 18 يوم تقريبا قد يكون أقل بقليل كما أشار لندوي تانيا تواجد درجة حرارة بين 30 إلى 35 درجة وسط مجموعة الشغالات التي نمت عندها الغودة الشمعية ثالثا فترة 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 نشاط وحركية النحل خاصة في الربيع وقد يكون ذلك خارج هذه الفترة بوتيرة إلى حد ما بطيئة رابعا تغذية متوازنة تجمع بين حبوب اللقاح والعسل أو رحيق الأزهار في الأصل لإفراز 1 كيلوغرام شمع الشغالات التي لها قابلية إفراز الشمع قد تستهلك بين 6 إلى 8 كيلوغرام أو ربما أكثر بقليل عسل حسب العديد من الطروحات خامسا حاجيات الخلية وهذا المحور لإنحال دور فائل من الناحية التقنية لخلق بشكل أو بآخر هذه الحاجيات وهنا تظهر حنكة ومقدورة إنحال للاستفادة من بناء أكبر عدد من براوي الشمع الأساس وهو أكبر ربح خاصة في فترة محددة عند مواصلة تغذية النحل بالعسل أو أقل شيء برحيق الأزهار وحبوب اللقاح من الطبيعة وليس بالتغذية بالمحال السكرية وبالبدائل لحبوب اللقاح لأن الأمران اختلفان من حيث القيمة الغدائية قد يعوض المحلول السكري قد يعوض المحلول السكري العادي بالمحلول السكري المحول لكونه أقرب إلى الرحيق وأقل ضرار على العكس من ذلك وعند شحي المرعى أحيانا قد يلجأ النحل إلى ما هو متاح من الشمع داخل الخلية لإعادة استعماله لإغلاق العيون السداسية التي بها يا رقات بالمحصلة إن بناء براويز شمال أساس قد يطرح إشكالية لإنحال أولاً قد تنقصه البراويز المنطوطة مهما فعل لن يكون لديه فائد منها حتى وإن استغل فترة الفيض في بناء أكبر عدد وهذا قد يكون مستبعد لسببين إما لعدم توفر أحد العوامل المذكورة سابقاً أو خطأ في الحسابات المرتبطة بالجانب التقني قلت بناء أكبر عدد كون بعضها قد تتم إدابتها لميولها إلى السوال أو قد تصاب بدودة شمع النحل عند إهمال حالها ثانياً بناء شمع الأساس قد يكلف ثمان كبير إذا أخذنا بعن الاعتبار الكمية المستهلكة من العسل لذلك من كل هذا وذاك يتحتم على الحال استرجاع واستخراج أكبر كمية من الشمع من الأقراص القديمة ومن مخلفات فرز العسل والتي تعطي تقريباً 1 إلى 1.5 كيلوغرام شمع عند استخراج 100 كيلوغرام عسل بالنسبة لتركيبة شمع النحل وخاصياته يجب الإشارة إلى أنه خليط مواد دهنية من الناحية الكيميائية ديزيترسل أتير الملح بمعنى مزيج الكحول وحامد دهني في شمع النحل الإتنال لهم عدد كبير من ضرات الكاربون وقد يحتوي على حمض عضوي مشبع أسيدوغانيكساتيغي ديزيدروكاربير الفلافون وبعد الكحول بعدد كبير من ضرات الكاربون كما أشرنا قد يداب شمع النحل في حوالي 63 درجة بكتافة في حدود 0.95 ونعلم أن الكتافة نقسم إلى قسمين وقد أشرنا إلى هذا من قبل الكتافة الحقيقية لا دون سيتي غيال والكتافة النسبية لا دون سيتي أبارون وهي الوزن على الحجم بواء سيغوليم إما بعدم احتساب الفراغ أو باحتسابه وعملية احتساب الفراغ اللي هي لا دون سيتي تقاس بنسبة مئوية هي الكتافة الحقيقية ناقص الكتافة النسبية مقسومة على الكتافة الحقيقية الخارج في مئة بالنسبة لاستخراج الشمع هناك طرق عديدة ولتبسيط الأمور هناك على شكل صندوق به زجاز مزوج وبه حوض في الأفق شبك رقيق توضع عليه الأقراص القديمة ومخلافات الشمع بعد استخراج العسل لوبكيول لابغيش الكل موجه جهة الشمس عند دوابان الشمع ينزل للأسفل بدون شوائب ثم هناك طريقة إدابة الشمع بواسسة لشدية غسير الأقراص تداب عن طريق بخار الماء تمر عبر شبك رقيق لتعطي شمع صافي عند استخراجه يمكن تمريره لأصحاب معامل خاصة لتحويله لشمع الأساس بعشور تمانه بعيون سوداسية من 5.3 إلى ما يقرب من 6 مليمترات حيث إذا كان 8 شمع الأساس 10 دولارات للكيلوغرام الواحد تحويل الشمع الخام لسيغونبا والمستخرج من الأقراص والختم لوبكيول قد لا يصل إلى دولار واحد وهنا تظهر حنكة النحال باستعمال ما أنتجه من شمع خالص وتحويله لشمع الأساس حتى لا يقع في متاهات عدم بنائه من طرف النحل وهو ما يقع عند البعض باستعمال شمع الأساس به نسبة عالية من البارافين وهو شمع اصطناعي كما أشرنا أشير كذلك إلى أن واحد كيلو جرام شمع الأساس بسمك متوسط قد يعطي 12 إلى 13 ورقة سينفلونغسروت أشير عند بناء الشمع النحل قد يتعلق على بعضه البعض في سلسلة عن طريق الأرجل في غياب شمع الأساس وهي الأخطاء التي قد تقع بتواجد أقراص زائدة بدون براويز وتعتبر ضياع فادح أقراص قد يبنيها النحل في اتجاه الشمال المغناطيسي الأرضي بفارق قريبا 38 مليمتر من المحور إلى المحور حيث جزيئات تحتوي على مادة الحديد في بطن النحلة ربما من المفترض تلعب دور في هذا التصور في مجال الحقل المغناطيسي حالة تدل على عدم تتبع النحل لمنحله قد يترتب عن ذلك خطوة إلى الأمام خطوتين إلى الوراء ما يعيق سيرورة عمل النحل بشكل طبيعي وقد يحد من حركيته نشير إلى أن واحد جرام من الشمع يبني مساحة 20 سنتيمتر مربع و50 جرام شمع يمكن أن تحمل واحد كيلو جرام عسل تقريبا ثم هناك سمك شمع العين السداسية هو في حدود 0.73 ميليماتي لا شيء يمكن أن يقوم مقام شمع النحل لدى حضانته العديد من التجارب أدت إلى بعض الاستعمالات في تربية النحل في حدود معقولة قد تصل إلى 10% أو تقريبا وهو الشمع الصناعي كما أشرنا ثم هناك شمع ميكروكريستالين وخالية شمع ناباتي لسيغ فيجيتال عموما هي بثمان بخص قد تتحمل نسبي الحرارة طيئة في طقس بارد غير قابل لإصابة بدودة شمع النحل والتي سنعود إليها كونها من الآفات التي تصب النحل لكن النحل قد يرفض خاصة كل ما قد يعيق النمو الطبيعي من البيضة إلى حشر كاملة لكن في براوز العاسلة هي أقل حاجة واشترات من غيرها قد تتقبل إلى حد ما شمع به نسبة البرافين تفوق بقليل ما ذكر ثم هناك براويز من مادة بلاستيكية قد تكون متداولة في نطاق محدود إن عملية بناء شمع الأساس لها ضوابط وقواعد تقنية تكمل لما سبق حيث يمكن أن نضع في بداية الموسم على يمين الخالية الغداية إن كان ولابد ثم برواز مخزون من العسل وحبوب اللقاح فبرواز شمع الأساس نسميه الشاهد قفر تموى ثم براويز الحطنة فبرواز مخزون من العسل وحبوب اللقاح هذا التسلسل وهو الأهم يفضي حتما ومع تغذية متوازنة دوما من عسل وحبوب اللقاح لأهميتهما إلى بداية بناء شمع الأساس الشاهد والتدخل في وقت مناسب لوضعه وسط الحضنة مع وضع آخر مكانه لربح الوقت بالطبع عند تواجد كتافة نحلية تغطي الحضنة زائد برواز إلى بروازين من النحل وهكذا مع عدم إدخال أكثر من برواز شمل أساس للخلية دون هدف محدد لتفادي إدابته بالحرارة وضياعه ولو مع تواجد غطاء نباتي به رحيق وحبوب لقاح وهي أمور أعدنا ذكرها لأهمية هذا التسلسل والهدف منه قد ينبهر أنحال إذا قلت أحيانا نضع بروازين شمع الأساس وسط الحضنة دفعة واحدة تبنى وتضييد فيهم الملكة عملية تعاد مرتين في الأسبوع وقد عملت على هذا من قبل على خلايا ضد والتي بها ما يقرب مربع الاف وثمانمائة عين سوداسية للشغالات مقابل 3700 عند صنف لونغسروت فقط لكن بأسس وضوابط متحكم فيها لتطوير الخلايا بشكل أسرع والعمل على استغلال الضرف والفترة المناسبة في بناء أساسات شمعية بوتيرة أسرع وهي فترة تضيع من بين أياد حال الأسف دون إشغالها دون استغلالها والتفكير فيما هو أعقد خارج هذه الفترة حيث غياب مقومات هذا البناء يظهر هذا في طرح منحنى نمو الحضنة بشكل تصاعدي أو هبوث اعتمادا على معطيات مدونة سلفا وهو الأهم حسب العديد من المؤثرات الطبيعية أو التقنية طيلة طيلة سنة كاملة بفعل منهجية مصطر ومدروسة بالنسبة لبعض استعمالات شمع النحل أشير يمكن استعماله على شكل كريم أو مرهم كما يمكن استعماله في تجميل أو كوسميتولوجي بسبب خصائي جراتهم مضاد الاتهابات شيفاء بالعديد من مكوناته عموما ما يهم النحال طرق استعمال براويش من أساس والاستفادة منها لتطوير خلاياه بالطرق الصحيحة التي تفضي إلى نتائج ترضيه وتجعل منحله سائر من حسن إلى أحسن وهو ما يدعونا للتأمل في العديد من التقنيات والتوجهات السليمة طبقا لمنهج مصطر سلفا اعتمادا على حسن إدارة المنحل وهو طرح قابل للتمحيص والتحليل في موضوع يشمل خلايا النحل بين قلة ووفرة الإنتاج إذا عدنا لدودة شمع النحل والتي تعد من الآفات التي تصيب النحل وهي في ثلاث أصناف قد نعود لهذا الموضوع لاحقا تنمو بسرعة تحت درجة حرارة الخلية لكن تبقى بطيئة أو منعدمة تحت أقل من 10 درجات أولا دودة كبيرة غاليريا منونيلا تتطور بين 40 وستينيوم في درجة حرارة بين 30 و40 ثانيا دودة صغيرة أكوريا جريزيلا تكمل دورتها بين 8 أسابع تفضل أقراص بها حبوب اللقاح تجم في حالتين أولا أحيانا تحفر نفق في أساس الشماء محور عمق العيون السداسية تظهر عند الحضنة المغلقة وأبرى سلسلة حضنة على وشك الإغلاق تكون رؤوس الحشرة وهي في طور الحرية بارزة وميتة قد تكون صلعاء نقول كوفان شوف أو كوفان كيبيلا تانيا إما قد نجدها مخبأة تحت ختم العيون السداسية المغلقة لوبكول يرقى بلون أبيض إلى رمادي ثالثا الصنف الثالث أفوميا سوسيلا هي تصيب شهد الدبر نادرا ما تصيب شهد النحل كما أشرنا من قبل إن إصابة البراويز الممطوطة بدودة شمع النحل قد نجد في الأنفاق غمد حريري يحميها وقد يصل إلى سطار من حرير يحجب الشهدة بأكملها ما يجعلها تلتهم الشمع بأكمل تقضي على الحضنة وقد تساهم في نقر أمراض معدية قد نجد يارقات دودة شمع النحل في كيشك أبيض في الإطارات أو في عود الخلية في مرحلة التشرنق قبل أن تصير فراشا لتعيد دورتها كما في صورة المعروضة إن عدم تتبع الخلايا من طرف النحال قد يدفعها للقضاء على الخلية خاصة الضعيفة منها قد تكون لدى بعض الخلايا مقاومة لهذه الآفة وهو يدخل في العديد من السلوكيات الجيدة والتي يجب أن يعمل عليها النحال بضمان خلايا قوية سليمة من كل الآفات والأمراض وتفادي انتلاق خلايا ضعيفة تؤدي لمضيع للوقت وهضر للمال وضيع جد ما أحوجه إليه لا أريد أن أتير محور مقاومة آفة دودة شمع النحل الكل يدرك تمام الإدراك أن الاحتياط واجب كعدم ترك براويز بها حبوب اللقاح داخل الخلية لا يغطيها النحل والعمل على ضغط النحل خاصة في أوقات معينة لاعتبارات تخدم صلحة الخلية مع التركيز على خلايا قوية لها قدرة على مقاومة هذه الآفة دون عناء قد يعود النحال للحفاظ على البراويز الممطوطة الغير ميالة للسواد بالعديد من الطرق المعتاد عليها كوضعها في الفريز لمدة 24 ساعة وإحكام الإغلاق عليها من أن تصعب وكاستعمال الكبرية أو مبيد بيولوجي لباسيليستوريجنسيس بي 401 بتحفظ وعدم استعمال أقراص مسمومة للفعر وكل مادة قد تطرق ترصبات سيء للنحل وللخلية بشكل عام ختاما أتمنى أن أكون قد وفقت في عرض المتوادع هذا وأتستسمح إن أطلت بالتذكير للإخوة ببعض معطيات تتعلق بأهمية شمع النحل في تنمية الخلايا بعيدا عن المؤثرات السلبية وما قد يعيق تطور الحظنة والاستفادة من حسن وضبط استعمالاته لتنمية خلايا النحل بالطرق الصحيحة تفضي إلى مرضود يوافرة ترضي طموحات وآمال النحال وفقنا الله وإياكم لكل ما فيه خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا 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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني أشخ النحل في العالم الأخوة في مدرسة خمسة لتربية النحل وإدارة المناحل باسمكم جميعا أتقدم بالشكر إلى أستاذنا الجليل على هذا الدرس القيم أهمية الشمع النحل في تنمية طواف نحل العصن صراحة درس من العيار الثقيل شكرا شكرا أستاذنا الجليل أعانك الله فعلا على هذا الجهد الجهيد الذي بذلته لتحضير وتجهيز هذا الدرس فقد يعني تطرقتم لكل شيء ولم تتركه شاردة وواردة بخصوص شامع النحل أو البناء الشمعي أو ما يصيبه أو استخداماته أو فاعدته في الطائفة إلا وتطرقتم له جزاك الله خير وبرك الله بيك وندعو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العمل الجليل في ميزان حسناتكم إلى يوم الدين صدقة جارية لكم ولأهل بيتكم الكرام وأنتم أيها الإخوة الأفاضل حياكم الله بعد قليل سنفتح باب المناقشة إذا كان هناك متسع عند الأستاذ لا تلقي أسئلتكم واستفساركم حياكم الله وبرك الله فيكم